صباح الخير او مساء الخير يا بورد الكوز في الفرق العطفية. طب نبدأ بيه اللي انت طاقطق. اول حاجة اه ممكن تكون انت بترقب حد او حد بيرقبك يعني بس دي طاقطق عموما. اه ممكن تكون كمان عندك اه بطاقطق العطفية. بس انت بترقب حد بورد الكوز وعملت رقبه على السوشيال الميديا او زي ما تكون عايز تعرف عنه اخبار او تعرف عنه حاجاته. ممكن يكون في حد بيرقبك. اه ممكن تكون كمان كنت مش عارف تتخذ قرار. في يعني عدة قرارات وانت مش عارف تتخذ انهي القرار سليم اه تجاه مسلا شخصا معين او حاجة من هذا القبيل. لاني بعديها دي العجلة التحرك الى الامام. فانت تقريبا كنت محتار في قرار وزي ما كنت انت خذت قرار بقى وانت متجه نحو هذا القرار يعني. لان كمان عملك هنا قدام البيج وفوند. ولكن البيج وفوند مع انه شخص آآ يعني بصص لقدام كده ومسك عصاية ومتباهي ولبس آآ كفية كده حلوة وكام. ولكنه طفولي بعض الشيء. او آآ حيانا كتير ببقى مش عارف هو بيعمل ايه. يعني هو واقف كده مش عارف هو مش عارف يمشي قدامه ورا. يعني انت ازا شويت ازا شخص ماشي بخلاص نمشي قدام. او كنت محتار برضو من قرارين حاجة زي كده. ولكن انت الان آآ متخذ قرار في انك تمشي القدام او تروح حاجة تانية او تعمل حاجة تانية ولكن واقف كده ما تمشي حاجة. ازي ما كنت بترائب الطرف اللي معاك ده هيامل ايه. الناسة ممكن تكون هددته مسلا. بان انت تسيب العلاقة وتمشي. فانت رسه منتظر بقى تشوفو. ايه هيامل ايه? ايه القرار او ايه الشي ايه اللي هيتغسوه. انا حاسة انتو بتعندو بعند. في مسرحية بتحصل هنا انتو اللي فرج عليها كل ما دلوقتي. طيب. بشاعر ايه? مشاعره جميلة جدا يعني ده النايتو في كابسة. ده مقدملك كاس حبه وعلى الفارس يعني هو جاي لك اه ببطء شوية او هو عنده بطء في التعبير بالمشاعر شوية او انه جاي بس بيتمختر وكده. ولكن هو بيحبك يعني مشاعره حلوة. هو بيحبك وصراحة. في الاصل هو بيحبك وحبه صادق. مش كاذب او حاجة. ممكن كمان يكون عايز يخطوبك كمان او عايز يجيوزك. اه بس هو تقريبا والله اعلم نخد المشاعره دي. هقولك ليه بقى بيحبك. بص هو انزل لنا دولي. وهذا الشخص آآ برقبك. اوكي الولقتين دول ديك. تخلده لك بقى. برقبك. بيتجسس عليك على وسائل السوشيال ميديا. هو شاكك. انا مش هالتا ليه حاسة انه شاكك? ان انت بتعرف حد عليه. بالزبط. الشخص ده شاكك فيك. اوكي? شاكك فيك. لو انت بنتي فهو شاكك ان انت بتتواصل مع حد غيره. الليه بقى لقى وردين دول ما نزلوش صدفة. هقولك ليه دلوقتي. هو بيحبك. بس عشان هو شايفك ان انت شخص بتخدع. او بتضرف في الظهر. هو شايفك كده. شايفك ان انت بتحب دايما تنتصر لذاتك كمان. شخص مغرور. هو شايفك اموت برضو. ده حاجة غريبة كده. تدخلاش بالكارت ده تاني. انا حاسة ان هو شخص شكاك. يا ممكن يكون هو بيحبك وكل حاجة ولكن هو شايفك ان انت شخص شايف نفسك شوية. او ممكن تروح شايفك ان انت ممكن تروح لحد غيره. عادي جدا عادي تمشين. انت انت ظاهر ان انت قطعت معاه. او منفض له. ومهتم بنفسك اول يومين دول على فكرة. مهتم بنفسك. وممكن تكون كمان بتنزل صور وحاجات ده فهو حاسس بان انت بص هتاني فيه حركة. هو حاسس بانت هتاني فيه حركة كده مش مش عارفة ليه. ايه اللي تفضل? اقدم اجتمع اللي خلص. ده مش هيبقى ده ليوضح المعنى ولا يشيء. هلينسحل الورق احنا نفسنا. عشان ايه? عيب. عيب انا 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 مش قليلة. انا مش قليلة في البلد دي. عيب. مش بقول لك خايف منك? خايف منك. شاكك فيك. خلص بنسبة اثنية في المية عبقاطعيا شاكك فيك. شاكك فيك قوي يعني ده ورقتين يوضحين المعنى ويؤكدهم. شاكك فيك جدا. وخايفك خايف. شايفك هو مش شايفك ان انت بتخدع. بس انت عملت معه حركة. انت ممكن تكون. بالضبط عملت كده. انت طمشته. وعمل بقى تنزل في صور ومهتم بحالك. والاول. لو انت ولد اعمل بقى تغير في شكلك وتلبس وتتزوق اهو حتطل الكفية بقى. وانت بنت عملت الزوائي وحطى البرميطة. وهو وهو. وحاسس بان انت. هتخلع منه هتخلع حرفيا كنت هتخلع دي. وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي. خايف منك قوي. شعر بقى ان انت هتقلب عليه مرة واحدة. هتدينه حتة. الم على وش وفوقه. يقول شاكك فيك يعني. الوقفة الوقفة دي وقفت. وقفت ناسها عتلم الحاجة. تشاكك فيك قوي. وخايف ان انت تسيبه مرة واحدة. خايف قوي. ان انت تسيبه مرة واحدة. وبصه وبصصلك ازاي. خايف منك. على فكرة يا برج القوس. انت ظهر ان انت فعلا سبت. سبت وتكلم مع نفسه كده. انت سايب السيوف. وهو شايفك ان انت مشيت. ده مش انت. ده ايه ده انت. اللي سايب السيوف هو بصصلك. وبصصلك. وبيقولك انت هتعمل ايه? هو خايف منك قوي. وبقولك انت هتعمل ايه? اوعى تكون هتتطبط بحد تاني. شخص ده ممكن تكون بتتعاملي مع برج هوائي. او مائي. سرطان برضو. سرطان عندي هنا وميزان. وهوائي اتنين هوائي هنا. فخايف منك قوي. قوي يعني. حاجة يعني او ما نشوف شخص شاكك في شخص قوي جدا. هو بيتصنت عليك حاليا دلوقتي. دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. ونشوف بقى بتاني ايه ورايح في الممكن تكونوا قطعين مع بعض بقى لكم فترة. ولكن انتوا مع بعض ع السوشال ميديا. لكن هو برقبك بقى. نيته ايه? ده نيته صعبة قوي. ده نيته. نيته يحسبك على كل حاجة. ايش حصل ده غيور. غيور قوي. مش عارفة ليه حسنت كده. ال king of sordis وال queen of sordis. ال king of sordis شخص اصلا بيخدم مشاعره. ما قوطلك عن خدم مشاعره. وبيدي كلام بقى. بيدي كلام. هو رفعلك السيف. وبيدي كلام بقى محمد الشيادر يقوله ستوب. ال queen of sordis هي شخص بيدي كلام ولكن. كلام مش بيوجه. ولكن كلام حق. كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايف يا بورد الكوس تكون جيت اه تكحلها قمت عميها. حاجة زي كده. يعني انت جيت تخليه عليك عشان يرجع تاني مسلا. او تزدت معك في العلاقة. فقمت مسلا. اه انت مسلا ضفتي ولاد مرة واحدة. نزلت صورك مرة واحدة. فخيب يكون انت لقبتي عليه. بتبعادي عليه. وانت بتكلمي ناس كتير اه ممكن تكوني عاملتي الحركة دي. فهو عايز يعمل ايه? عايز يحسبك. عايز يمساكك كده يحسبك كده وفي نفس الوقت يضرابك. يعني يحسبك وضرابك. مالله. ميت خير. ميت خير. لأن ال king of sordis والله مش متفقل. مش متفقل على حتة ان هو مش بيحبك. بيحبك جدا على فكل. بس هو شخص شكله اه عنده حب التملك. هو حاليا نسينا نعرف. هو حاليا في حياته اه بيتوازن على فكرة. وهذا الشخص على فكرة ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا. ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حتة بيساعد فيها ناس او حاجة زي كده. يعني هو حاليا متوازن يعني ولكن مش عايزك تمشي يعني هو شايفك ان انت مشيت وزي ما تكون حتى ما نهيتوشه العلاقة وانت راح تفتضبت اللي عم مستنى انت راح فيه. انت عتسيني وتمشي مالله اللي يطوي يعني اللي هو انا هولع فيك هولع فيك او هولع فيك حاجة من الاتنين زعلان منك اوي زعلان منك اوي برقك زعلان منك اوي برقك الدمون هنا مع الكنج اوف سورديس اللي من اوضحت الكنج اوف سورديس نيته مش باينه بصراحة. هو مش باين نيته بس هو زعلان اوي. وعايز الكنج اوف سورديس يعني شخص عايز يعرف الحقيقة هو شاكك فيك اوي انا مش عارفة ليه شاكك فيك اوي كده او شاكك فيك ايه. حاجة من الاتنين. عايز يعرف فيه ايه بيحصل من ورا دهره. وشعر بقلي فيه حاجة بتحصل ورا دهره. بقول لك بصص لك وبقول لك انت عدديني بضهري انت. عجزني كده. شعر بقلي انت بتعمل حاجة من ورا دهره. فعايز يعرف بقى ايه اللي بيحصل من ورا دهره. بالضبط. حالا قولي حالا كنت فين. قولي حالا كنت بتتكلمين. قديني يا اكاونت الفيسبوك اشوفي ايه. ممكن يكون هذا الشخص يحب التملك. او ما عندوش يوم مرحميني في العلاقات. ما عندوش النقطة دي. يا تبقى معي مزبوط وتحت عيني خلاصة. فميته غريبة شوية. المية بتاعته غريبة شوية. طيب هو نوع على ايه؟ لدي انا ويلك مية حلوة. لو لك ما تحاسب ويحاسب ويجي بناس تتحاسب. الشخص ده متسلط. متسلط على الطرف اللي بيبقى معي. طيب. طيب. طيبين تلاتة اربعة خمسة ستة. بص بقى من الاخر فيها لاختيها. هو مش هيسيبك. مش هيسيبك. منشان عدي بقى اعتبارها يا بوجه الكوس المسج المسج مني كده بوصله لك. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عامل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك. بس هيجي الاول يبطش وبعد كده يقولك تعالى بقى. الشخصية رئيسة عصابة. مش بس مش بالمعنى الحرفي. ما بتسيبش حاجة هي عايزها زاكية جدا. هو هيعرف يرجعك التاني للعلاقة دي. انت زي ما قلتلك انت مشيت. انا عرفته وعرفت العلاقة دي. انت مشيت وسبته او فصلت معي يعني ما بتوش تكلمه بعض مسلا. وعمل بقى تحلاوه وتنزل في صور وتنزل في صور وتكلمي ده وتهزري معدف كومنته. ايه ده? انت ليفتك زرق. تعالي بقى. هو مش هيسيبك. بيحبك اوي. يلا. بيحبك جدا. جدا. ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه يبقى بايد عنه او بايدها نعينه. معايا يعني تحت توعي هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضيقين من الشخصية دي فهي مش هتتغير. هو كده او هي كده. شخصية بتحب اللي معاها بتاعها. او بيحب البنت اللي معاك بتاعته. لكل بساطة. فهو نوي على ايه? لا ده نوي ان هو بص نسيكلك العصايا. وبيقولك تعالي بقى انت بتعملي ايه? تعالي بقى انت بتعملي ايه? مين دا ومين دا ومين دا ومين دا ومين دا ومساحيه بقى كل البيت اللي عادي تصدق. فضالي اني خيرنا تتكلمي. هو اصلا مش شايف الحب غير معك انت اخلي بالك. يعني برغم انه هو قاسي ممكن يكون كلامه حاد في في انه يعاتب وكده ولكن هو بحبك. احبك قوي كمان. تببص بقى النصيحة بتاعتك. النصيحة بتاعتك حلاوي يا عم. النصيحة بتاعتك اوعى تتحرك. خليك زي ما انت. بص يا برج الخص. الاتنين دول قصين لقدامه متقنعرين قوي. خليك متقنعر. يعني فهموها بقى متقنعر. متقنعر او من اا متكبر. بس ما نتكبرش يعني عموما احلاوي. لو انت بتحلاوي احلاوي زيادة. الشخص ده لو انت عايزة يرجعلك لو هو فعلا مش راضي يرجع او او يعني بيقول مسلا عادي ترجع معا ما ترجع فهو مش هيرجع لبا الطريقة دي. تقريبا تقريبا والله هو عالم انتو عارفين شخص لا بيرجع ازاي. بيرجع لما بتحلاوي وتنزله صور وكده. صور بيحبك. بس هو تقريبا يعني بيجي له حالة كده ان هو بيقفل مرة واحدة. فخليك زي ما انت. التميك براحتك. ايش حياتك? ايش حياتك? ايش حياتك? ازا الشخص مش هيسيبك خلي بالك. بس ايش حياتك? مدلسلوش. ايش حياتك ايش حياتك. ايش حياتك ايش حياتك. ايش حياتك ردي عليها عادي براحتك. وهيكن هو عايزك وامش هيسيبك يعني بالمعنى الاضافة يعني. فالمسيحة بتاعتك براحتك. وكمان المسيحة دي ممكن توحي بطريقة تانية. لان انا حاسة ان المشكلة هنا مشكلة غيرة. اكي. وممكن تكون انتو تخنقتوا من الغيرة دي. خلينا نشوف النصيحة بتانية. نساحة ممكن تقول تحررين من الغيرة. اه زمون. لا مش معناها كده. اه الامبرس هوا. يالك الامبرس هوا. بص يا برج الكوز. خليك غامض مع هزا الشخص. هزا الشخص اه انا هفهمك بقى شخص ده ايه. شخص ده بيحب الشخصية او البنت الغامضة. اللي متكشفش اوراقها كلها. اوكي? من الورق كده. بينجز باوي للبنت اللي زي الصوره كده. بصوا عاملة ازاي? بالزبط كده. يعني لو انتم مشين دلوقتي على الانكم بتنزلوا صور ومحلوين بقوا متنمين بشغلكوا كده خليك زي ما انتم بتتحركيش. خليك لغامضه. وما تكشفش مشعرك لهذا الشخص الشخص ما بيحبش كشف المشعر بيحب البنت اولك على حاجة ما يحب البنت الوغضة في نفسها الم. يلا. منورق كده هذا الشخص كده ينجذب للنقطة دي. اوكي? فخبي مشاعرك اي. مني نفسك مشو هبا جالك يعني. وهو هيجي. هيصمم عليكي اكتر. لا اكتر ولا لي. ده اول مرة شو استمتع بك رؤة. فديك رؤة حلوة يعني مش باشي. خلينا طب نشوف ااا. عايزة تأكد بس من النقطة. مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارفة اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه نفسي? اخبي مشاعره. انت لازم افصرها. بس انا فصرتها من غير منازل. اذا شفت نشاطر ازاي? بقى امر اولو. شخص ده اخبي مشاعره. وعمل نفسه بقى مش همه. بتيجي ما تجيش انا كده كده رويح. يلا. خليك ازاي انت. ما تتحركش فسوى. فسوى. لو عملتي مانكير في ايديك. نزلي صورة اولي. الله مانكير. اا. جود دي. وتصبع لخليحة بايبي. وعملي لايف. وتحكي مع ده وتحكي. هو بيجي بالطريقة دي. هيحس بامتك بالطريقة دي. او خاف منك على فكرة. وعلى فكرة الشاعر بانك هتروح ترتبطي. وحسس بكده اعملتي حلوي بها ترتبط. مش هسيبك. وهيجيلك بس هيديك الكلام قوي. هيقولك انت استخفلتيني او بتستخفليني وا 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 وا. بس هو قلبه طائرة. ترجمة نانسي قنقر.